السلام عليكم ازاك يا شباب عملينا يا رب اكونوا بخير معنا النهاردة استعراض جهاز جديد من وان بلاس تم الاعلام عمه مؤخرا الوان بلاس اس 2 برو اللي متوقع يتم اطلاقه للسوق العالمي تحت اسم وان بلاس 11T الجهاز بيجيب امكانات قوية جدا وسعر مناسب فخلنا في الفيديو ده نصلك الضوء على اهم ما يميز هذا الجهاز لكن في البداع بل ما نبدأ مستاش تدعم نشتريه في القناة وليك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة من غداية اخير خلنا نبدأ ونشوف مواصفات الوان بلاس اس 2 برو في البداية الجهاز بيجيب وزن 210 جرام وبسمك 9 ملة خامة الجهاز ظهر من الزجاج وفريم من البلاستيك ومن الامام الشاشة الاموليد اللي بمقاس 6.74 من 100 بوصة وبتردد 120 هرتز وبدقة 1 ونص كاوب عبعد 29 وكسافة بيكسلات 451 بيكسل في كل بوصة وبتستحز على نسبة 91% من وجهة الجهاز الامامية وبسطوع بيوصل ل 1600 نتس وبترعم تقنية الـ HDR 10 بلس وبترعم لحد 1 مليار لون شاشة ممتازة زوايا الرؤية والتشبع والالوان الممتازين مش هتلاحز مع اي مشاكل جهاز بيجيب اندروت 13 واجهة كالر او اس 13.1 ومعالج كوالكوم سناب دراجون ات جينيريشان تو معالج بدقة تصنيع 4 نانوميتر وبتردد بوصل لـ 3.2 جيجي هرتز معالج رسومات ادرين 740 معالج غاني عن التعريف مش هتلاحز مع اي مشاكل في الاداء تصفح وتنقل بين الطبقات حتى في اقوى الالعاب المعالج هيقدم معالج بشكل ممتاز جهاز بيجيب عدة نسخ من الرام والتخزين نسخة 12 مع امتين 6 وخمسين نسخة 16 مع خمسمية واثناشر نسخة 24 جيجا مع واحد طيرة الرامات من نوع DDR5FX ذاكرت التخزين من نوع UFS 4.0 بالنسبة لكاميرا الجهاز الجهاز بيجيب كاميرا خلفية بثلاث عدسات العدسة الاسية 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.8 زاويتها عريضة وبتابع من خاصية الـ OIS او تثبيت الصورة البصري كاميرا التانية 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.2 التراوية بزاوية 11.12 درجة كاميرا التالتة 2 ميجا بيكسل فتحة العدسة 2.4 خاصة بتصوير الماكرو كاميرا بتصور فيديوهات بستين اطار والف وتمانين بستين اطار كاميرا السيلفي 16 ميجا بيكسل وفتحة العدسة 2.4 زاويتها عريضة وبتصور فيديوهات الف وتمانين بتلاتين اطار جهاز بيجيب سماعتين استيريو ولا ادعم منفة ثلاثة ونص ميلي الخاصة بسماعات الاوزن ولا ادعم تركيب كارت زاكرة خارجي لكن الجهاز بديم شارحتين ولا يوجد اي معيار لمقاومة الماء والغبار واي فاي سيفين بلوتوز خمسة فاصلة تلاتة وجي بي اس مزدوج ودعم الخاصية الان اف سي دعم الانفرا برضو للتحكم في الاجهزة المنزلة من خلال اشعة الاي ار بصمة الجهاز مدمجة في الشاشة من نوع ابتكال سريع ممتازة مش هتلاحز مع اي مشاكل دعم الميزة التعرف على الواجهة باستخدام الكاميرا الامامية بالنسبة لبطارية الجهاز الجهاز بيجيب بطارية خمس تلاف ميلا امبيرو بتنعم الشحن السريع مية وخمسين واط سعر الجهاز نسخة اتناشر مع عمتين ستة وخمسين ربعمية وعشرة دولار واعلى نسخة اربعة وعشرين جيجا مع واحد طيرة بخمسمية وخمسين دولار ده كان استعراض سريع لجهاز وان بلاس اي ستو برو اتمنى في النار بيكون الفيديو عجبكم لو عندك اي سؤال سوف تتعلقات في النار من الساشة تدعمه مشتريك القناة ولايك للفيديو ترا خير الفيديو الجاي سلام